موسيقى موسيقى مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم بوديكم فين؟ اليوم بوديكم التواهي وصفة حاجة جدا روعة عرفتوا اشهادة؟ هذا بروست اللخم مشهورة في عدن والمناطق الساحلية نحن نقول طبعا بروست اللخم اش هو؟ اللخم هو ولد سمك القرش بس نحن نعمله زي البروست جدا روعة وقدر اللذيذ لازم تقربوا هنا عندي شفوا لخم هذا سمك ولد القرش اخذوا كده خليهو يقطع لي زي الاصابع وعندي للتتبيلة ملعقة صغيرة بودرة بصل ملعقة صغيرة بودرة توم ملعقة صغيرة في الفيل اسود وكمان الملح طبعا الملح حسب الرغبة بس اني اضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح يعني قولوا ايوة ربع ملعقة عشان التتبيلة وتطحنوا ناعم لازم ناعم طبعا اني اضيف ربع ملعقة صغيرة من كاري النيل اذا مش متوفر معاكم كاري النيل لا تضيفوش خلاص اكتفو بالبهارة ممكن تضيفو رشة من الكركم بعد كده شوفو منتبل حاجة بسيطة رشة بسيطة على السمك اللي هو اللخم حاجة بسيطة كده يعني شي بسيط طبعا هذا مش اللخم الحضرمي هذا نفس اللخم الحضرمي بس هذا طازق مش مقفف او مملح تمام عشان تعرفو الفرق بس عملت كده رشة بسيطة من التتبيلة وخلاص خلطوه كده مع بعض الان تعالوا من اعمل التغطية عندي كوب من الدقيقة الابيض وعندي ثلاث ملاعق صغيرة من النشا تمام النشا نشا الدراء الابيض يعني خلطوه تمام والان بضيف له التتبيلة اللي عملته من تتبيلة قصد البهارات اللي خلطناها الان بقبص مصفة ناعمة وببدأ اضيفه على الدقيق ليش عملت مصفة ناعمة لاني ما احبش وقت القلاية يباني البهارات فاني اشتيوه ناعم مخلوط مع الطحين تمام اضيف ربع ملعقة ملح خلاص هدي كل الكمية البهارات تقلي ملعقة صغيرة تقلي ملعقة مليانة صغيرة خلاص اخلطوه وخلي الان الخلطة على قمتعلو نعمل الثومية عندي فص كبير من الثوم ملعقة كبيرة زبادي وملعقة صغيرة من القبنة السائلة وملعقة كبيرة من المايونيز وشوية ماء واخلطوه تمام تمام بعد مخلوطو باضيف ملح وباضيف كمان زيت بشكل خيط شوفو اضف الزيت كيف تقريبا استخدمت 3 ملاعق كبيرة زيت بشكل خيط اضيفو ما شوفو كيف اوصل لهذا القوام طبعا الثومية اللي تتقدم مع سماك اللخم تكون خفيفة عشان كده اني ما خلتش تقيلة زي الثومية تبعي اذا تشتو ثومية تقيلة وحلوة شوفو طريقة الشاورمة اني منزلة ثومية كتير حلوة بعد كده شوفو بقسم قسمين قسم واحد بحط فيله بضيف له اضافات بضيف له بسباس عدني او الفلفل العدني وبضيف له كمان شطة هذه من عندي يعني قبت هذه الخلطة من عندي دايما استخدمها نحنا نحبها قربوها لذيذة ممكن تعملوا فلفل حامي بسباس حامي اي نوع فلفل تخلطو معاه او ممكن شتني وهنا طبعا عملت الخبز خبز البيت طريقته موجودة في اكتر من فيديو فيديو الفلافل الفيديو كمان الشاورماء كتير موجودة طريقته شوفوها وانتم اذا تشتود يعني شرح دقيق شوفو اللايف اللي هو البث المباشر صح طويل بس ممكن لايف يكون وهنا عندي شريح من البطاطس كنت غسلتها اكتر من مرة بعد نقعتها بماء وخل والان بصفيها كده منشفة تمام عشان اقليها بزيت عادي انا كنت مصورات لكم فيديو واني اقليها لكن مش عارفة انا ما ضغطش على الكاميرا وهو يصور فمتصورش بس عادي قلاية بطاطس عادية هنا عندي كوبيش او كرمب او ملفوف عشان نعمل السلطة وعندي شوية من القزر وكبان المايونيز طبعا خلص عندي المايونيز حطت له شوية ماء وخلطته كده وضفته مع شوية خل طبعا لازم تضوفوا خل لانه صلطة الكولسلو فيها خل يعني حق ملعقة انتم كونوا ضوفوا وضوقوا اكيد رشة الملح وملعقة صغيرة من السكر وخلطوها تمام الان شفت انه ناقص الكرم البنلفوف ناقص زيته بس شوية وهدي قاهزة الصلطة الخلطة الان اللي عملناها الطحين باخد كمية مني الان ما نقلي اللخم باخد شوية جزء بسيط مني والجزء الثاني بخليه على جنب الكمية اللي اخدتي حق نص كوب من الدقيق بضيف له شوية من ماء نحنا نضيف ماء وخل لكن او مياه غازية بس اني اخدت الماء اللي كان منقوع فيه البطاطس في بوخل حرام ارميه وبدأ اخلط طبعا القوام نفس كده يكون القوام اثقل من اللبن بشوية او من الحقين عرفتو شفتو يعني نفس كده والان بضيف ربع ملعقة بكنج بودر بخلطه تمام تمام اضيف الملعقات اللي بكنج بودر خاصه قدني بقلي هدي اصابع السمك اللخم بغطسه شفو كيف بحطه بالطحين وببدأ اضغط عليها تمام اغطيها ولازم انفضه من الدقيق شفو بعدين كيف بنفضه لازم بعد ما لبسه تمام بالدقيق انفضوها تمام شفو كيف اغطسه كيف القوام وارجع احطه بالطحين لازم كده تضغطوا عليها بعدين تنفلوها او تنفضوها او كده ترقوها انا مش عارفة كيف افاهم اللي معرفش لهجتي يعني فانتم عرفتو كده تحركوه عشان لازم الفائض تنزلو الفائض من الطحين او الدقيق تمام لازم تنزلو عشان يكون مقرمش وطلع لكم كده يعني في بزل قشر كده وهنا عملت لكم كمان اللي حاب معه ببقصومات او روتي مطحون كمان حلو وكمان خلط بقصومات مع الدقيق انتم زي ما تحبوه عملو سواء كان بقصومات او طحين زي ما تحبوه والان شوفوه سخنة الزيت الزيت لازم يكون حار حامي طبعا لازم تنزلو على واحدة واحدة مش كلو مع بعض يبعدين يبرد الزيت وكمان ممنوع منعا باتا انكم تحركوه ثلاث دقائق معا نقلبوه لانه اذا اول ما تحطوه بالزيت ورقعتوه حركتوه ممكن القشرة او التغطية تفك من السمك ووصلوا لللون اللي انتم حابينه وما شاء الله شايفين كيف اقولوكم اقولوكم اليوم نحنا بالتواهي من قد نحنا بالتواهي عارفين داك ابو السيارة اللي بيع في شفنقر اليوم نحنا في شفنقر وهنا شوفوه اذا انتم شايفين انه اللي بالبقصومات اتحمر بسرعة بسرعة تحمر معايا شوفوه في حبتين الان طلعتها هدي بالبقصومات بسرعة تحمرت لكن اللي بالطحين يعني بطأ ما تحمرش بسرعة وهنا اللي بالبقصومات كمان ما شاء الله اقولوكم شوفو كيف قدر روعا وقلتكم ما تحركنوش الا بعد ثلاث دقائق لازم شوفوه ولا بفتك معاكم التغطية خلاصوا الان البروست قاهز تعالوا الان نقدمو كده بالصحن ونعمل نفس حقهم نفس حق البحر اليوم نحنا بالتواهي من كان يروح خاليق الفيل ولا شاطاء المرأة كنا يا سلام الله أيام كمان قولدمور ما حد ينساه كمان والنفق كونا ندخله ونصيح بكل صوتنا والسيارات بيب 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 والله ايام والله خلص صوتنا ونحنا صغير بالنفق هنا شوفو حطات من الصلطة وحطات كمان بطاطس وبدأت اوزع حبالك حباليا حبالك حباليا المهم تحطوه كده السمكة برست اللخم وهنا الصوسات حطات الصوس اللي عملنا له بسباس عدني في الفيل عدني وكمان الثومية هم كمان يقدموا بعضهم يقدموا بسباس احمر عادي بسباس الاحمر اللي يقدمونه بالشبس فوق الشبس يحطوه يعني معاه وبس عندي كتشاب حطات كتشاب طبعا اني هادي مش اول مرة اعمله اني دايما اعمله واكيد لازم اللمساء القبن المالح تخيلوا ان احنا نبشر عليه قبن المالح بالله بيبشروا عليه قبن المالح هذا اذا كان مش موجود هذا يعني انما طعمتوش هذا البرست انتم مطعم انتم مطعمتوش اكلة مشهورة في اليمن حاجة روعة جدا لازم تقربوها والله لذيدة 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 والحمد لله عرفت اضبطه نفس الطعم واحلى كمان حاجة روعةو بالبيت ونظيف يا سنام شوفوا انتبهوا تعملوا لي بهارات ترى ما في بيش ابدا بهارات كده اني كنت عملي كم مرة قربته ما كاناش تطلع لما ها كده عملته نفس كده ما شاء الله نفس الطعم واحلى كمان قلت لكم بس والله وهنا مع الخبز كده عملتلي سندوتش بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم